السلام عليكم أهلا وسهلا بحضراتكم المساق الأخلاقي لأعضاء هي التدريس بالجامعات سواء المصرية أو العربية في أي مكان هي في النهاية التزام أخلاقي الرقيب فيه هو الله سبحانه وتعالى ثم الضمير ثم المحيط بك أينما كنت ما الذي توصلت إليه مجموعة العمل عبر ورش عمل استمرت على مدار أسبوع كامل توصلوا إلى الآتي نركز قوي قوي في كل ما سيقال أخلاقيات عضو هيئة التدريس تجاه نفسه تجاه زملائه تجاه الطلاب تجاه المجتمع والبيئة المحيطة كل هذه الأمور تمثل تعهد ذاتي بإني هعمل هذا الكلام طيب أنا هعمل هذا الكلام هؤدي واجبات يفترض أن هناك حقوق فهنتكلم عن الحقوق لا حديث أبدا عن الواجبات في غياب الحقوق لا حديث عن أدوار وأخلاقيات تجاه النفس وتجاه الآخرين إلا إذا أدرك أن هذا الأستاذ لديه إشباع معنوي ولديه إشباع مادي في راتبه في حياته ينعكس على طبيع التعامل والتزام المهني والتزام الأخلاق فلا يستوى يعني نتفق على كده ما أخلاقيات عضو هي التدريس تجاه نفسه يقول بصيغة التأكيد يعني أحرص على الاهتمام بمظهر الشخصي مظهره كويس أحرص على بشاشة الوجه وانفتاح النفس والتفاؤل في النظرة إلى الحياة والعيش في وئام مع النفس ومع الآخر أسعى إلى امتلاك مقاومات الثقة بالنفس أحص النفس إذا كل الأفكار الضارة التي لا تبني بل تهدم وبالتالي هذا التحصين أمر مهم وهذه الرعاية الزاتية أمر مهم أسعى إلى الحفاظ على صحة النفسية والجسمية ولياقة مظهري بما يتناسب مع إمكانات الريادية في الجامعة والمجتمع أتعهد بأن أبزل قصار جهدي للحفاظ على أداء المهني بدرجة عالية من الكفاءة أتعهد بأن أحافظ على المثل العليا في سلوكي الشخصي وأن لا أشارك في مواقف لا أخلاقية أو تمس الأمانة أو الغش أو التدليس أو الإهمال أتعهد بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية في تعاملاتي مع طلابي وزملائي والجهاز الإداري المعاون والعملين بالجامعة أحرص على المشاركة في تخطيطي وتنفيذ برامج التنمية الأكاديمية والمهنية أحرص على تطوير معارفي ومهاراتي الشخصية والتربوية أتعهد بتأدية مهام وواجبات وظيفتي وكل ما يوكل إلي من مسؤوليات تجاه طلابي أتعهد بأن أحافظ على القيم الأصيلة للمجتمع ومبادئه أتعهد بالالتزام بالشفافية في جميع تعاملاتي أحرص على أن أوفق وأوافق بين قولي وعملي وأن لا يتناقض عملي مع قولي أتعهد أن أقوم سلوكي ذاتيا باستمرار تقويم الزات للسلوك ألتزم بالعهود والموافق التي أقطعها على نفسي ألتزم بالأمانة والصراحة والنزاهة ومعالجة الخطأ بالحكمة والموعزة الحسنة شفت دي كلها الأخلاقيات مع النفس كل ما ورد إنما هو تعهد ذاتي يرتبط بأخلاقيات عضو هيئة تدريس مع نفسه اتداء بسماته وموصفاته الشخصية وانتهاء بواجباته وأدواره تجاه طلابه وتجاه المجتمع المحيط تلك هي القواعد الأولى التي تتمثل في أخلاقيات عضو هيئة تدريس تجاه نفسه يا ترى أخلاقياته إيه تجاه زملائه؟ ده اللي نتابع مع بعض في المداخلة القادمة إن شاء الله سأضع لكم رابط المادة والميثاق في صندوق الوصف حتى تتابعوا وتقرأوا ونتعلم ونستفيد ومن أراد أن يطبق ذلك فيمكنه أن يطبقه ويمكنه أن يعرضه على عضاه التدريس لديه كاستطلاع رأيه ثم يضيف إليه ما أراد أن يضيف أو يبقي عليه في حال كانت الموافقة وهذا أمر مفيد جدا لكل من يرى أن مستقبل التعليم الجامعي يرتبط أيضا بل بالصورة أساسية بوجود هذا الميثاق الأخلاقي الذي يحتاج إلى قناعات ذاتية قبل أن تفرد عليه القوانين الرادعة نكمل مع بعض أخلاقيات عضوها التدريس تجاه الزملاء نلتقي على خير أهلا وسهلا بحضراتنا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر